اشتركوا في القناة من تنظيم المساحات التجارية المخصصة لأنشطة الاستيراد وإصدار رخص انتفاع مؤقتة للقضاء على عشوائيات الاستخدامات غير المرخصة إلى جانب استحداث وحدات تجارية لخدمة قطاع استيراد المواد الغذائية ضمن سوق الجملة وتأتي هذه الخطوة في ظل ما يشهده سوق المنام المركزي من تطور كبير واهتمام بالغ بمرافقه عبر نافذة الخطط وبرامج الصيانة الشاملة التي تتبناها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في أمانة العاصمة للنهوض بجميع المرافق والخدمات